وتنضم إلينا من غزة مراسلة الغدى نيفين سليم مرحبا بك نيفين كيف تابعت استعدادات انطلاق سفنة الحرية وهي ثاني رحلة بحرية لكسر الحصار من ميناء غزة نعم يعني الاستعدادات جارية على قدم وساق داخل ميناء غزة في هذه اللحظات هناك مؤتمر صحفي للقائمين على هذه الفعالية قبل قليل كان هناك كلمة عن الفصائل الفلسطينية كانت على لسان هاني الثوابطة وهو من الجبهة الشعبية والآن هناك كلمة لأحد الحقوقيين أيضا الجميع يؤكد اليوم أن انطلاق سفن الحرية هي جاءت لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما هناك طلاب وهناك جرحة سيخرجون عبر سفينة الحرية الثانية وسيعملون على وصول هذه السفينة إلى ميناء قبرص هنا يرسل عدة رسائل من قبل هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلاب والجرحة الذين اليوم يواجهون صعوبات كبيرة في الخروج من قطاع غزة يواجهون صعوبات اليوم في التنقل وحرية الحركة وإيجاد العلاج أو حتى الدراسة في الخارج اليوم عبر تنقلهم من هذه السفن من داخل ميناء قطاع غزة وحتى وصولهم إلى ميناء قبرص متوقع أن يتم الاعتداء عليهم من قبل قوات المحرية الإسرائيلية ورغم هذه التوقعات إلا أن هؤلاء الشباب اليوم يسرون على الخروج من داخل قطاع غزة فهم يرون اليوم أنه أصبح ليس لديهم شيء يخسرونه داخل القطاع في ظل أوضاعهم المأسوية في ظل مستقبلهم الذي فقد بسبب الحصار الإسرائيلي اليوم رغم تأكدهم أنه سيتم اعتقالهم من قبل البحرية الإسرائيلية كما حصل مع الطلاب والجرحة الذين خرجوا على متن سفينة الحرية الأولى في شهر مايو الماضي إلا أنهم سيخرجون اليوم من قطاع غزة وهناك مطالبات من قبل هيئة كسر الحصار مطالبات دولية للمجتمع الدولي أن يتم الضغط على إسرائيل لحماية هؤلاء داخل المياه الإقليمية وأن لا يتم اعتقالهم من قبل قوات البحرية الإسرائيلية الجميع اليوم يؤكد من خلال هذه الفعلية على أحقية الفلسطينيين داخل قطاع غزة بيئة الحرية بيئة التنقل وفتح المعابر المغلقة أمام الفلسطينيين الذين يعيشون حسارا إسرائيليا منذ 12 عاما يؤكدون على أن هذا الحراك هو حراك سلمي هو حراك شعبي فقط هي رسائل ترسل من داخل القطاع من هؤلاء الشباب إلى المجتمع الدولي وإلى العالم بضرورة التحرك والضغط على إسرائيل اليوم لرفع هذا الحسار عن مليوني فلسطيني يعيشون داخل القطاع قبل قليل كانت هناك هتافات من قبل هؤلاء الشباب ومن قبل الأهالي أيضا الذين جاءوا لتوديع أبنائهم ممن سيخرجون عبر سفينة الحرية الثانية هتافات بضرورة رفع الحسار عن قطاع غزة بضرورة فتح الطرق أمامهم سواء الطرق البرية أو الطرق البحرية اليوم هذه الفعالية تأتي وخروج هؤلاء عبر بحر قطاع غزة في ظل تشديد الحسار الإسرائيلي واتخاذ القيادة الإسرائيلية لإجراءات جديدة تعمق الحسار الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تعليمات بأنه تم منع الصيادين من دخول البحر لمسافة 9 أميال وتم إرجاع المسافة إلى مسافة 6 أميال وبالتالي متوقع أن يتم اعتقال هؤلاء في مسافة قريبة ربما قبل وصولهم إلى المياه الإقليمية على مسافة 12 ميلا وهي المسافة التي تم اعتقال بها المرة الماضية الشباب والطلاب والجرحى الذين كانوا على متن سفينة الحرية الأولى وأيضا هناك إجراءات جديدة لتشديد الحسار الإسرائيلي على قطاع غزة اتقذت يوم أمس خصوصا فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم التجاري ومنع دخول عدد كبير من السلع والمواد إلى قطاع غزة ومنع التصدير من القطاع وبينما الاستيراد اقتصر على أنواع محددة من المواد الغذائية ومن المواد الطبية والأعلاف والأبقار هذه فقط المواد التي حددتها إسرائيل يمكن استيرادها منع التصدير لها وبالتالي اليوم المستقبل اختفى أمامها ويستخدمون هذه الطرق السلمية سنتابع بالتأكيد معك مستجدات هذه الرحلة في حال تعرضت إلى أي معوقات من قبل سلطات الاحتلال من غزة نيفين اسليم مرسلتنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر